إذن بعدما شاهدنا هذا الكليب وهذه القصة يسعدني أن أستضيف معي الفنان زين شاكر صاحب الأغنية مساء الخير زين الفنانة القديرة الفنانة الكبيرة أمال حفيش أهلا وسهلا فيك واشتقني لي ومعنا أيضا حالة تطرقت لها هذه الأغنية وهذا الموضوع هي لي تعرف بليا وهي متحولة جنسيا يعني هي رجل أجرى عمليات تحويل جنسي ليتحول إلى امرأة وسنتعرف أيضا عن رأيه بهذا الموضوع الذي تطرق له زين زين شو هدفك من هذه الغنية يعني شو المعنى اللي حابب توصله أو بداية بدي مس عليك وعلى السيدة المشاهدين بدي أعطي بس نفس صغيرة عن نفسي أنا كزين شاكر فنان لبناني درست بالقاهرة تخرجت مع الموسيقى العربية اعتمدت مطرب بالإزاع والتلفزيون المصرية بلجنة محمد الموجي وكمال الطويل محمد سلطان وحلم بكر وناس عمالكة الفن أنا اتناولت موضوع مش هابط يعني مثل ما قالوا فيه كثير وسائل أعلام اتناولت الموضوع بمؤتمر الصحافي للغنية صار هجوم كثير كبير على الموضوع لأنه معظم اللي كانوا موجودين عم ينتقدوني هن هن هك هن كانوا هك فأنا يعني هن من في شيء متحول في شيء متحول جنسيا ولكن هن نحن خلينا لحظة لحظة 1919 أن يقع каждый going طيب طيب ما فكت تثمج سجسما الصحافي في للبنانigten كانت كل الموجودين بعض في البعض، إلى بعض، إلى هذا ما كانتما موجودت�ونat في البعض من هنا نفترد، لا نفترد أنه لا نفترد، إفتراض مع أنه أنا أرفض هذا الموضوع رفضا قاطعا لا نفترض أنه هيك وين المشكلة لا أنا كفنان بدي أقول شغل صغيري أنا اليوم لما بيجي بقدي أغني من هالنوع لما يتناولوني بشكل أنه هيدا فن هابط هيدا فن مش هابط هيدا قمة الفن أنا كفنان صاحب رسالي مفروض مني كفنان أحكي عن وجع المجتمع اللي أنا عايش فيه نحن عايشين بمجتمع شرقي مية بالمية ولنا عاداتنا وين فيه بمجتمعنا الشرقي واحد يتزوج سيدي يكتشف ليلة العرس إنه رجل نظرا لكترة الظاهرة هيدا انتبه في مسألة اللي بدي أنا أفصل بين شغلتان فيه هم اللي هن عندهم مشاكل بالهرمون هدو اللي أنا ما عم بيحكي عنه هنه كد أكون أنه متعاطف معهم نوعا ما أنا ما عنديش مشكلة معهم وما بعرف شو مشكلتهم هو اللي أنا بالنسبة للي بيحكم عليهم الطب والشرع هدو اللي هنه الجهة المختصة فيهم ولكن أنا عم بحكي عن شريحة كبيرة من هالظاهرة هيدا المتحولين من رجل إلى امرأة وهن يمتلكوا كامل مواصفات الرجل هيدا أنا اللي عم بنتقده بمجتمعنا نحن هيدا ظاهرة خطيرة جدا أخطر من المخدرات ستة أمال تفضل لك لا أنا 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 غير هيك أنا بقول أنه هيدا كانت يعني مثل أي أغاني بيطلعوها مثل يلي في مطربين حاجة مون كرمال أنه أنا بقوس اللي بقرت وكمان فيه كمان مطربة كمان عاملة غنية للرجال الخطيار عيوني زيغة ومعيوني زيغة يعني أنا اعتبرتها أنه هيدا مثله أنه هيدا غنية مثل هاي بس هذا الموضوع شوي حساس يعني اليوم عم ندوى الموضوع يعني عندك شريحة كبيرة من المجتمع الشرقي بيرفضوا رفضا قاطعا وبينبزوا إلى درجة النبز أنك تتعامل مع هذا الموضوع بهالخفية ما أنه موضوع سهل لأنه كمان في ناس ما قلنا حق نحن أنه ناخد أي موضوع نستعمله بطريقة ما نفهم الهدف يعني ما نفهم هدفك إذا أنت قاصد بأمريكا مثلا الحلل والزواج اللي ما فهمتوا من زين عم بشرح هدفي أنا نعم هدفك الغنية ما بيانت هدفك إذا أنت هدفك الدفاع عن هؤلاء وإلهم حقوق أو هدفك إنك لأ عم بتحربون أو هدفك عم تسخر منهم وتتمسخر عليهم لا مش عم بتمسخر عليهم يعني ما بيان الهدف لا الهدف فيه أني أنا عم حارب هالظاهرة هذه لحد من نشاط هؤلاء التساعة أنا كفنان وسائل المتاحة إلي الأغنية كيف حربتها مثل ما سيد درويش كان يحارب الفساد وكان يحارب كيف حربتها للأغنية أنا طلعت الأغنية ضوات عليها لحتى إظهرها للعلن هذا موضوع ما حدا يتناولوا بشكل جدي أرجوك فهمني مظبوط أنا لا بدك تفهمني لا أفهمك حأفهمك أنا قلتلك بالبداية أنا مش ضد هاللي عندهم مشاكل صحية بهذا الموضوع مشاكل هرمونية بهذا الموضوع مش ضدهم أنا ما إلي علاقة فيهم ما اختلفنا على الموضوع عم بيحكي عن الرجل اللي عم يتحول هو رجل بكل معنى الكلمة عم يصبح امرأة وعم يتسع رقعة الانتشار هيدا عم تسع بشكل رهيب هيدا عم بيأثر على أولادنا على بناتنا على نسويننا عم بيأثر على المجتمع أنا شو خدمتهم بها الغنية أنا طلعت الموضوع يعني حضرتك عرفتني عن تاريخك وعن السيفي طبعك الفنية اللي بتخولك تكون اليوم من أهم الفنانين ومن أهم المطربين بالعالم العربي يعني اللي عنده هذه السيفي يعني بيقدر يقدم أعمال وطنية وأعمال ثقافية يعني أخدت موضوع أولا موضوع مشبوه المعالجة مشبوهة حتى طريق التقديمه ما كانت واضحة هيدا أخطر موضوع ممكن يتناوله فنان عنده ضمير أنا كفنان لبناني عايش داخل لبنان أنا من حقي كلبناني أني عايش بمجتمع عن ضيب أنا هيدا الظاهرة الظاهرة القاتلة هيدا اللي جاي بالمقتل اللي عم تتسع يوم بعد يوم أنا ضد هالظاهرة وبدأي حرق عليها بغير طريق لا لا عن إذنك بس سيني صغيري أنا عم بوصل الموضوع للمعنيين بالأمر اللي هني ممكن مثلا على صعيد الدولة اللبنانية ممكن تجد قنوات تختص بهالمشكلة هيدا تخلق جمعيات مثلا اجتماعية فيه جمعيات معقول واحد يحكي مع بنت فترة طويلة يكتشف ممكن ليا قبل بس ستة أمل لحظة ليا مصار خير أنا بدي أسألك سؤال راح خاطبك بلغة المؤنس هل ممكن أنك تتعرف على شاب بعد قد يكتشف أنك أنت عاملة عملية تحول تحويل جنسي منك أنسة بطبيعتك أنت رجل متحول إلى أنسة أنه طاني بعد كم نهار لازم يكتشف هذا الشيء بعد كم نهار أم بعد كم دقيقة أكيد كمان بعد ساعة يمكن ضم هالأذ بعد كم نهار بعد كم نهار بيصير إشي كتير بس مش بعد سنة نحن معلنا بعد سنة طيب لما شفتي هالفيديو كليب شو كان انتباعي كليب؟ الصراحة الفيديو كليب كان كتير مبالغ فيه عرفت كيف طاني أنه اليوم الواحد أي شخص شاب عادي وبنة عديد بدون يتزوجوا إلا ما يكون في شوية اجتماعات حميمية بيناتهم أنه مستحيل ما حيد أرى ولا يقرب عليها لمدة الزواج يعني كل فترة الخطوبة ما بيدأرى نهار الزواج بس بيقرب عليها إذا عامل عملية ما بيقدر يعري إذا عامل عملية ما بيقدر يعري إذا عامل عملية ما بيقدر عمليات أنا في بنات كتير أصواتهم تكون عريضة هاي ما إلا علاقة يعني يلي بيعملوا عمليات خاصة بيعملوا الليزر لوجه فما بيبين يعني ممكن ما بيبين لما قررت عملت شركة بها الفيديو كليف عقية لحظة بس أنا بالإذن بس بدي هذيك اليوم كنت عم بتفرج على التليفزيون ما بعرفش ممكن عن نيو تيفي حاطين ملكة جمال المثليين بيه فيه حفل بالعالم رح إليك 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 الفيليبين أين بالفيليبين عملينا ملكة جمال ما حدا عرفها ما حدا عرفها ما بتنعرف أصلا ما بتنعرف إلا ما فيه احتكاك مباشر صراحة بأمريكا أنا كنت عايشي بأمريكا بيعملوا مباراة طيب ليه ما جبت متحولي جنسيا معك على الكليب تجربت رجل عادي لا أول شي أنا جبت متحول جنسيا هذا اللي بيشوفوه على الكليب هذا متحول جنسيا ولكن مش رحبه متحول جنسيا ده شعرات شعرات أبدا مستحيل تعرفه لذلك شو مستحيل تعرفه بحكيك مصبوط يا إستزميلات حطل لي هالصورة شوف ليلة الدخلة حطا وشوف ليلة الدخلة لا هذا رجل بالبداية بداية التكليب بداية التكليب كمان رجل متحول نحنا شو عملنا جبنا رجل متحول مستحيل أنت كمشاهد تقول إنه هذا رجل مش رح تقنعت الفكرة جبنا رجل متحول جاهز وجبنا رجل كذلك بيمتلك نفس المواصفات ولكن مش متحول من ناحية العمليات بعضه متل ما هو ولكن هو هكي خلينا بنسميه ما بنسميه بس أنا سؤال أحي أساس أررتي أنك تشاركي بهك فيديوكلي أنا الدور دور عجبني أنو أني بتعرف أنا أحب الكوميدي حصيته نوع من الكوميدي واشتغلتها يعني أنا عملت دوري كدور أن تتفاجأ. حضرتك، كنت تنكر أن هذه مسألة اجتماعية تهم المجتمع وبتمثل المجتمع بالصميم. هلأ يعني لألك شغلة أنه إذا بدك تفوت بهذا الموضوع ما فيك أنت تحارب المجتمع. أنا مش عم حارب المجتمع. أو أنا عم يعني هلأ أنت. مرد داخل المجتمع. هيدا مرد داخل المجتمع. لازم ينوجد له حل. وإلا بيصير موجود بكل بات بعدين. هل ستاة ستوني هل هذا الموضوع هيدا؟ هل بتعتقد أنه إذا انتشر أكتر من هك ما بيشكل خطر على مجتمعنا. علاق بالغنية هيا رح تمنع انتشاره. هيا إيه. علاق بالغنية بتمنع انتشاره. إنه هيدا بدك تقلي أنك معرفته إنه بتحول جنسيات. هي. إنه معرفته إنه رجل. هون هون هون. إنه هيدا معرفته إنه رجل يعني. هون أوكي. هون أوكي. بعد ما فات وشيل الميك أب وشيل كل شي عمليات. هون نحن بدنا نوصل للمشاهد إنه هون اتضح إنه هون رجل. ولكن. إنه هو إنه بالأول يعني. إنه بالأول. بالأول مستحيب تقفر إنه رجل. بعدين. بعدين لما صار بيقولت إنه. هيدا رجل. إنت عدتوصل هالمعلومة هيدي. نحن بدنا نقول. للمعني. بس أنا حبيته للكليب. صراحة أنا حبيته. حبيت الفكرة لأنه في كتير أفكار يعني عم بيطرقوها غريبة. فأنا اعتبرتوا من هالأفكار الغريبة. بس أنا مش ضدهم. أنا بحبهم. حرام يعني أنا. في ناس من هني وصغار. يعني. اتحركشوا فيهم وبعدين لما كبروا صاروا هيك. في منهم. في منهم هورمونات. إلهم معالجات. بيأمكن معينة. بطرق معينة. ما بعلك. بدي أرجع أسألك سؤالتي لما شفتي هذا الكليب. اعتبرتي إنه. يعني حسيتي حالك ارتحتي لما شفتي. حسيتي حالك إنه زكي. حسيتي حالك إنه عم بيتمسخر عليكم. أو عم بيخدمكم. كيف حسيتي هذا الكليب؟ حسيت توني إنه في تشويح لصورة المتحولين جنسيا بهذا الكليب. لأنه اليوم أنا إذا فلت عقودت النوم حيضل شكلي هيك. ما حيصير شكلي رجال عرفت؟ أنه اليوم إذا وحدي عامل بريست أسلان. مبارك. ما بتصير ما بتصير ما بتصير ما بتصير رجال بقودت النوم. لأنه الفنان زين عم بقول إنه. كانت شي لما فات عقودت النوم ليلة الدخلة تبعيته صار رجال شكله. أنه شوي منه لطيك أبدا الفيديو كليب. لاني شي نحن بالألفين واثنعاش يعني العالم كثير تفتحت. أدى بتحسي حالك مقبولة بالمجتمع اليوم لي. يعني أدى اليوم الناس بتعتبر إنه قبلينك. يعني منك مرفوضة بالمجتمع منك منبوذة بالمجتمع. أدى أنت شخص غريب عن هيدا المجتمع يعني لا الدين بيقبل للمجتمع بيقبل. يعني أدى أنت حاسي حالك كيف عم بتقومي كل هيدا المواضيع. لا تكوني أنت مثل منك هلأ يعني بهالراحة هاي وبهالطبيعية هاي. أي مثل ما قلت لك توني أنه المجتمع صار نحن سنة بالألفين واثنعاش المجتمع كثير عم بيتقبل المتحولين جنسيا. أو البري اوبل بعد مش مخلصين عملياتهم. يعني أنا عم بخبرت من خبرتي من هيدا التجربة. أنه أنا بس أظهر على الشارع أو شي العالم تتصرف معي عادي كأني بنت. بالتالي أصلا لما خلصت العمليات وهيك أعتبر بنت. طبع بيتصرفوا معي كأنك بنت. لأنه يمكن يفكرينك بنت. بس لما يعرفوك يا شاب كيف بصير طريقة التصرف؟ هل تتجوز؟ في السعادة العالم كتير صار اوبن مايندد. وأنت بينك وبين نفسك مرتاحة ضمينك مرتاحة؟ أكيد مرتاحة مية بالمية. ما بتعتبر حالك عم تعملي شي مخالف للطبيعة مخالف لإرادة ربنا؟ لا مثل ما سبقوا قال الفنان زين أنه في ناس بكونوا هرمونات. أنا صغيرة عندي مشكلة بالهرمونات. أنا كملت هيدا الشيء. عم تسأل ست أمال هل صار فيك تتزوجي بعض العمليات اللي عملتها؟ أه في تنام رفقة تتزوجوا. ليش لأ؟ أه صار فيني أحبل. تابعوا جوجل صار في كل شيء. ما رأيك؟ ما رأيك؟ ما رأيك أنا؟ مستحيل تحبل؟ بلا بتحبل ويجيب ولد واحد. بس على شارت من بعدين تعمل الاستقصال. ما شفنا لحد هلأ متحول جنسيا عمل أعمال يوحبل. مستحيل. سبحان الله الأنسة والذكر. دخل هاي بغنيتك. أنا برجع على الموضوع الغني. الغنية شو إليه عليها؟ هو عجب وهيدا الموضوع. يمكن هيدا الموضوع. بردون شوي. يمكن هيدا الموضوع هو تاعبه. يعني يمكن صاير معه شيء. صاير معك شيء. لا مش هو يعني. بصير كل يوم. نحنا بلبنان. نحنا داخل مجتمع شرقي. أنا كلبناني عايش بمجتمع. أنا مسؤول عن تنظيف البيئة اللي أنا فيها مثل مكينة البناني مسؤول. خلينا نكفي الفكرة بس لكثيرة الفكرة بس. نحنا نمتلك دولة حضارية مسؤولين على مستوى وعلى قدر عالي. من المسؤولية. نوجه لهم تحية وبنحط هالموضوع هذا. يعني عندهم. لحتى يوجدوا قنوات. تساعد الناس المتحولين اللي ما عندهم أي مشاكل. لك تنقل لك شغلة. لك فهمت بس. اليوم اللي عم تحكي فيه ليا سب بخانة اللي عملته. يعني اليوم عم بتحكي فيه أنا بحكي فيه وستعمل بتحكي فيه. حتى يمكن ليا بتحكي فيه وبالطالب فيه. أنا شفت مشكلة بالمجتمع. هياك علاجتها؟ هياك علاجتها بأغني. أنا كمطرب يا فنان. هياك علاجتها. هياك علاجتها. هياك علاجت مشكلة بحياته. مثلا. هلأ أنا بحط المشكلة بأغني. هلأ المسؤولين بيشوفهم. من علاعت فيه هالأغني؟ هالأغني؟ أنا كتبت كلمات وألحاني. آآ كلماتك وألحاني. آآ كلماتك وألحاني. أنا لما أشوف المجتمع عب يتحول شوي شوي إلى نشاز. عب يصير كي كتير. هالظاهرة عب تنتشر بشكل خطير جدا. هتشكل خطر علي وعليك وعلى كل إنسان بيرفض هالظاهرة هايدي. أنا بعتبرها أخطر من المخدرات هايدي. لازم ينوجد لحل وحد. لأنه هاك المجتمع تبعنا مهدد بالإنهيار. إذا هالجماعة يلي مش هني عندهم مشاكل بالهرمون لأ الجماعة يلي هني متعدين على الموضوع. إذا تركنا الموضوع هايدي رح يوصلوا على الأكترية من الشعب. ويا وإله إذا انتشر يتزاهرة. ستعمل كلمة أخيرة. أنا ما عندي مشكلة بالنسبة لألون يعني. خاصة يلي بيكونوا متحشرين فيهم هني وصغار. وخاصة اللي عندهم مشكلة بالهرمونات. بالعكس أنا يعني بشفق عليهم وبتمنى أنه الله يشفيهم. بس أنا مشاركتي بهيدا الكليب. أقول لك أنا حبيته موضوع. فكرة جديدة. ليا كلمة أخيرة. بدي أقول بس أنه للفنان زين. أنه حسيت كأنه هو عن جد مثل ما قيلت الفنانة الأديرة. أو ما لعفهش. أنه كأنه هو مرأ بتجربة شخصية. حتى شوية. أم بهاجم أو شيء أو صار معه شيء. أنت قلت أنه أنا مرأة بتجربة شخصية. ليس أنت لا. أنا بقصد أنه يمكن مرأة حدا يعني متحول جنسيا بحياته وهو صار عنده هيدا الشوك. حضرتك استيطان أنت بترضى بها الظاهرة هيدا بتقبل فيها؟ أنا ما برضى بها الظاهرة. بس لما بدي علاجها ما بعلاجها متما أنت علاجتها. أنا علاجتها كفنان. حطيتها بإطار أغني. حتى كفنان. حتى كفنان. بإطار أغني. حتى بالأغني ما قدرنا نفهم إذا كانت رسالة أو كانت مسخرة أو كانت مؤيد. واضحة كلمات أغنية واضحة. أنا ضد هذه الظاهرة هيدا وعم حاربها. عم حطها براس التداول مع المسؤولين يلي هن مسؤولين عن هالبلد هيدا. ومسؤولين كمال يحمل جزء كبير من مسؤولية الفسار هيدا. ليا. بدي أعلق بس على موضوع. بس بسرعة إلي. إنه قصة هن أخطر من الدراجز لا. ما بعتقد إنه المتحولين جنسيا بشكله أبدا خطر على المجتمع. بالتالي ما حدا مخصوب إنه يكون بريليشن مع متحول جنسيا. أو يتعاطى معهم. بالتالي كل واحد حر بحياته. ليا أنا طبعا هذا الرأي برجع أنا بقول إنه هذا الرأي بمجتمعاتنا الشرقية لغاية اليوم. لا اجتماعيا ولا دينيا بعده مقبول. حتى بره يعني. يعني بره حتى بالدول اللي عم تسمح بهذا الموضوع. عم يكون في علامات استفهام بهذا الموضوع. ولكن دائما أنا بقول شغلي بهذا الموضوع بالذات. عندما يحدد ما إذا كان هذا الأمر هو مرض. أو كان يعني سلوك. يعني إذا كان مرض. أنا رغم كل شي اللي بينقال. مفروض نحترم هذا المرض. لأنه بيكون مرض. مثله مثل أي مرض آخر. يعني مثل أي شخص مصاب بداء معين. يجب يتلقى له علاج. ممكن يتعالج لا يوصل لحل. أما إذا كان مجرد سلوك. سلوك. هو عم بيحكي عن السلوك. مش عم بيحكي عن المرض. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. ما هو التالي. شكرا لك. شكرا لك.